تلات طلاب أمريكي يعني سوريين الأصل أمريكيين الجنسية ضربوا بالنار النهاردة من واحد اللي هما بيقولوا عليهم اللي هما المناهض للمؤمنين يعني ده التلاتة دولة تلات طلاب أمريكيين مسلمين في جامعة نورس كارولينا اللي هما ضياء شادي بركاتي 23 سنة وامراته اللي هي بصر محمد أبو صالحة 21 سنة وأختها رزان محمد أبو صالحة 19 سنة الضربهم سلم نفسه اسمه سيفن هيكس 46 سنة وسلم نفسه الكلام ده كان الساعة 5 بتوقيت أمريكا كانت حوالي اتنين الفجر النهاردة الصبح يعني المهم من الشرطة الأمريكية ما قالتش تفاصيل لكن نشاطاء بقدروا بتحديد صفحة المتهم ده البغل ده اللي اسمه هيكس ده هو ده اللي موتهم هو هو بيصف نفسه بقى في الصفحة بتاعته في الفيسبوك أنه مناهض للمؤمنين كلمة مناهض للمؤمنين المؤمنين ده ده مصطلح بيستخدمه الناس اللي بيرولوا للإلحاد المتهم كتب على صفحته بقى لا أنكر حقاكم في الإيمان هو بيقول على صفحته هو ما بينكرش حقوقه في الإيمان كترخي لك يا عم والله بما يتعامل نزمة شؤون ولكن من حق أنه وضح أنه أمر يتسم بالجهل والخطورة أن تستمر خرافاتكم عديمة الأساس في قتل الأشخاص ده العين الشاب اللي هو النهاردة يوسر وروزر اللي هو ضياء شادي دولت والتلاتة ودي اختهم تعالوا بس نناقش النقطة دي بقى اللي هي انت تستمر خرافاتكم عديمة الأساس في قتل الأشخاص شفنا بقى الكارسة بتاعت داعش والكارسة بتاعت التكفير والكوارس بتاعت الحادات اللي بتاعتها شفناها شفت النتيجة إيه؟ ها دي واحد ده من الملحدة قالوا لك ما فيش وبيعتبر أن الدين ده خرافة وبيعتبر أن خرافة بدليل ولكن فيه في الدنيا دين بيحرد الناس أن تقتل حد أو يدبح يعني ما تقدمت له ده كله على ده طبعا لما تيجي تدور أنت تلاقي أمريكا حريصة في كل شيء بتكتبه عندما تيجي تريد أن تتكلم عن داعش تسألك الدولة الإسلامية لازم حط الإسلام سياسة حقيرة سياسة حقيرة رغم أن هم اللي عاملين دولة إنما هو الفكرة كلها شفت النتيجة إيه؟ هذه ثلاثة همت نتيجة هذه الحقارة الحقارة بتاعت الناس اللي هم رفعين يفطت الإسلام من ناحية والحقارة بتاعت الغرب اللي هو عمل هذه الجامعات الإرهابية ومصمم على أنه في التخاطب ما يقولكش إلا كده ما يقولش إلا كده ومصمم أنه هو يديب تاني اللي رفعين يفطت الدين دول عشان هم اللي يحكموا يعملوا هو مصمم أنه مبحور دم ما هو ما يعني ما فيش حد حتى ما حد عايز يفكر يعني إحنا لما نشوف على حال مصر والتعامر الرهيب لدنا على مصر وانت عمل تعمل الكلام ده قوم الأمريكان يريبوا بتاع الإخوان يعملون له مجتمعات وقابلون في البيت اللي بيض وقابلون في البيت اللي بيض ومش عارف يعملوا إيه ولما تيري كلمه وقالك لأن هذا الأنشطة والأفراد لهذا من حقهم مش عارف إيه سلام يعني ميت حالة طب لو حد منكم النهاردة اللي عاملين ينصوبوا في خاخ للدولة والرئيس والبلد والوطن دول أهلا إيه طب أنت بتعمل ده من منطلق إيه أهلا إنت بتخدم على أهداف الإخوان هل أنت بتخدموا إحنا عندنا حادات مشاكل مشاكل كتير ملاش حل بنخدم على مصلحة مين وإحنا لما نكلم وما يدى طلع النهاردة حد يقولك أنا بحمل الرئيس مسؤولية قتل الشباب ده كلام بالزمة ده كلام بالزمة ده كلام ويطلع الفنان اللي بيطلع وإلى كل ده إذا كنت تشتقد المسؤولية استقيل بالزمة ده كلام طبعا لما بيلي النهاردة حد دايما اللي حيتقول تصريح لازم يكون حد معروف لأنها دي سياسة تخضيط يعني كلام ده كل يقولي يستغل لحد سأقولك وكده ليه عشان شرطة لا مش عشان شرطة هو على طول عشان تبقى حالة الاحتقان وحالة الانقسام وحالة الكلام ده كله تقول الله يعني يا جماعة حرم عليكم فيه النصر صراح الدين بيقولي طلب البنين في حالة انفلات الطلب الأولاد يعني حالة انفلات التعليم في المدارس عندنا منتظم أو منازل أو عمال عايزين نرايح دماغنا شوية الطالب اللي عامل مشاكل ومش غاوي علم ومدوخ أهله معاه وتعب المدرسين ومنع طلب المنتظمين ان يتعلموا الطالب ده يتحول الى نظام انتساب زي ما بيحصل في الجمعات الطالب يشرفنا مرة واحدة في السنة يمتحن فيها وهو حر في نفسه يتحمل مسئوليته ونرتاح شوية من خصة انزار الغياب وعادة القيد والسدعاء وليه الأمر والدوشة دي كلها ونحمي الطالب اللي عايزة تتعلم شوف لازر أحواله أصبحت هدئة لها ما تنقش على لازر يا عم مساء ناصر بعد ايه بعد فصل الطالب المشاغبين عايزين في المدارس نظام الانتساب الطالب المشاغب نشوفه ساعته مرة واحدة آخر السنة وهو بيمتحن ونحمي باقي تلميذ أو نفضل زي ما احنا نمثل اننا بنعلم والطالب التمثل اننا بتتعلم ربنا احفظ مصر تحياتي الله عايزة اقول الأخي الناصر صراحة دي احنا في كل حتة يعني انت كل ما تمدي ايدك في روح وتلاقي فيه مصيبة يعني في كل حتة في حاجات غلط ومحتدين بدل بقى بدل الكبار بدل بدل ما احنا عاملين كل اللي بدل ما بنلم نفسنا على حل مشكلة احنا بنلم نفسنا على مشكلة والتهمات يعني بتلفت نظر الرأي العام بتجمع الرأي العام حواليك عشان يسمع مشكلة والتهمل ده والتهمل ده ده. تماما نفسينا كان اليومين اللي فاتوا في الحدوتة دي ده يعمل حكاية ببساطة. ناس راحل طبعا موضوع ان شباب يموت او اي حاجة وروح واحدة تموت. شيء مرفوض تماما. انما ما تقوليش كده على ان اياه كده ان الشرطة. يا اخوانا. كفاية على الشرطة عشان احنا فيه بلاوي سودا مستنيانة. ده الجزء الاولاني. الجزء التاني ما نشوف الموضوع كله على بعضيه. حتلاقي والناس مش عايزة تنتظم بحاجات. اه اتحاد كرة ما قدرش تقدير سليم لتوقيت هذي المباراة. كان يعني بالمباراة دي ما نتوباش في اليوم ده. يعني موضوع عاصل حضور الدمائير كان لازم يقعد في النظر. حاجات كتير قدت لي ده. فالمسألة ما نتوباش بقى الشرطة الشرطة الشرطة. ده كله حيعملينك. انت بتصبح بقى. اي النهار ده صابت لما يلي طول النهار سامع الناس بتلعى تسلسفين اهليهم. ويسمع في كل حاجة ومتهم. حيشتغل ليه? ولا الولد مش ما ما عايزين يخش ومغير تفتيش ما يخش. هتقرفونا ليه? مش هل ده اللي حيحصل? هل ده اللي انت عايزين توصله الناس ليه? والله يا انا لوحد ما بعارف. اه واحد بقيت لي رسالة بقول مصري حتى النخاع. عزيزي اه قروا ايصال صوتي للاعلام الرياضي والاعلام السياسي في مصر. انتم مش قلت بس انا مش هاد راشد من عالش عم اه مصري انا بحبش الحدد دي. المهم يقول انه كنت ناس بسبعين لون. اه اه وبيخص حد يقول للبزاية فزيطة. يا عزيزي برده مش هادش اقول دي انا عايش في الدوحة. هناك هابتدي من هنا بقى. وانظر لما يحق لمصر من ملاعين امريكا ورنالها الاندال في المصر. وفي الاخر اخر لعلن كل اعلامي افاق يقول لك لازم نعرف مين اللي قتل. يا سيدي الفاضل الموضوع ببساطة طول ما فيه اعلام فاسد ستظل الحالة كما هو عليه. امريكا تدبر وتخطط والاخوان تنفذ والاعلام يشعل ويساعد على الاستعال. يعني بقوله الاستعال وياريت كل اللي يلتزم يعني يلمس عشان مصر تستقر. يا طبعا المسألة مش ممكن. مش ممكن احنا حدوت قد كده نعمل قد كده من غير ما نتفحص الحقيقة. يعني نحطه كل حاجة في حال ما. وعلى فكرة في حالات كتيرة هتحصل مش عالبانة كلنا. قلم ايب انت بتعيش انت عندك عندك اخطاء وخطايا من سنين طويلة من سنين وترقومات كثيرة وكلام ده كله. وانت عمل تدري وتعمل كلام ده كله. مش هتلح تعمل ده ولا ده. بس بس فيه دايما اهم ومهم. انما احنا واقفين. والدنيا كلها توقف. عشان ده لا. اه سوهير اه خليل بتقول لي ايه رافوا بعد العالمين ومزيع ال اه ومزيع في مهدمة رئيسنا وطلبهم فترك المنصيب وتطول منهم الفز اللي خانقنا والله. انا ما انتبه يعني اتكلمت في ده كله. وبعدين اه انا انا عايز اعرف بقى اللي اللي بيطالب اه ده يعني اللي بقولك اللي مش عالب ويمشو كلام ده. نعرف اسمين هو وعمل ايه. ده من اللي يتكلم. طب انت عملت ايه المصر? انت عملت ايه المصر? اللي يقولك ده يا الرئيس اصلا ما عملش حال. الرئيس ده داي بإجماع كاسح من المصريين. وبرضى كامل المصريين. وده اللي غايز القلة ديت. انت بقى كابت انه انت بتتكلم سواء كنت واحد معروف او مش معروف. انت عملت ايه مع نفسك? مع ضميرك? انت عملت ايه بلدك? الوطنك? ايه دي هاني عزيز بتقولي يا استاذ ابراهيم مزعين لمباريات عاوزين اه يقبضوا. ما شبعوش ولا وعلى حساب الدم. سليم بدرعب عزيز دقول سليم اعرض مشكلة عليك. انا من المنيام مقدم في الشرطة بيقولي مقدم اه شرط شرطة عسكري. كشفنا وروحنا مصر خمس مرات عايز حد يقولي ما صرنا ايه. هحاول اخذ منك البيانات يا استاذ عمس سليم ان شاء الله اخير. مجدي الششتاوي بيقولي المانيا جميلة من فرانكفورت لذورف تقسي جميل نظافة نظام كوالتي عالية احترام المشاه اولويها لاطفال المسنين. اسعار نار نار. امسل عن الاسعار مقايمة بينين المصري دخول التولدت في المحطة عشر لنيه. تسكرة الاتوبيز داخل المدس سعتاشر لنيه. تسكرة تعداد تكسر 24 لنزاس مياه صغيرة 10 جنيه المواطنون والزائرون والعلقون كلهم متزمون بقوانين والثبب سرامة الشرطة في طبق خانون مرحبا بكم في ألمانيا طيب بس عشان قطر طيب هل هنا ما دين نتكلم ده هل كل حاجة احنا بنرمي على الفوق احنا احنا ليه دايما بننسى انا وانت وهو وهي كلنا هي مش سلوكياتنا مش سلوكيات الشعب رزق من المسألة والسلوكات هنا هو لما بيقصرش إشارة مش عشان خائيا مش المسألة مش خوف لانه هو بيحترم ده لما بيلتزم بقانون عشان هو بقى ده بقى التهوى دي القواعد ده يقينه وقواعده هي المسألة ثقافة وسلوكيات احنا فيه رزق احنا مشاركين فيه وفيه رزق من ترقمات قديمة وفيه رزق تراهن يعني المسألة كلنا شركاء يا سيدي في هذه الحالات بس نقدر نقدر له بزيق ألمانيا واحسن من ألمانيا وان شاء الله حنكون كده بإذن الله اتراهي فسلسين اشتركوا في القناة